اشتركوا في القناة سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة قطر الشقيقة رئيسة الدورة الحالية للمجلس الوزاري بينما ترأس جانب جمهورية الصين الشعبية معالي سيد يانجي وزير الخارجية وشارك في الاجتماع معالي الأستاذ جاسم حمد لبديوي الأمين العام لمجلس التعاون وخلال الاجتماع بحث الجانبان سبلة تعزيز علاقات الصداقة التاريخية بين مجلس التعاون وجمهورية الصين وسبول تنميتها في مختلف المجالات بالإضافة إلى استعراض أوجه تطوير العمل المشترك بين الجانبين على الأصعيدة كافة بما يحقق مصالحهما وأهدافهما المتبادلة كما تمت مناقشة أبرز المستجدات والتطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي ومستجدات الأحداث في المنطقة وتطورات الحرب على قطاع غزة وزيادة حدة التصعيد والجهود العربية والدولية التي تبذل على كافة المستويات للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة والدفع بجهود إحلال السلام العادلي في منطقة الشرق الأوسط ترجمة نانسي قنقر